أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن إحصائيات الملحة بقناة سجلت منذ تأميمها وحتى اليوم عبور قرابة مليون وواحد وسبعين ألف سفينة بإجمالي حمولات صافية تصل إلى واحد وثلاثين مليار وخمسمائة وتسع وتسعين مليون تون لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تمكنت منذ تأميمها أيضا من تحقيق إرادات ضخمة تجوزت 143 مليار و864 مليون دولار لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة لمصر